حتى إحنا نهواند دي برضو نهواند دي كان فيها غنائم مثل التي كانت في جلولاء لدرجة أنه بعد ما خدوا الغنائم خلاص فواحد كده رئيس بيت النار يعني زي الكاهن الأكبر عندهم ما هم عبرت نار آه راح لسيدنا حذيفة القائد وقال له أنا سأعطيك يعني كنزا وضعه كسرى ولكن مقابل أنت تؤمنني والناس فسيدنا حذيفة قبل منه فجاء بصفاتين أعيز أقولك جاء يعني بشويلين مثلا باللهجة المعاصرة دي ليس فيهما إلا اللؤلؤ والزبرجد والياقوت دي خلاصة كسرى أنت خد بالك لو أنت ما يعني لو إحنا بنفكر مكان إمبراطور وعنده التحف والنوادر فدعم ما لينتقل من المدائن لحلوان لنهواند فاللي قاعدين دول هم صفوة الصفوة يعني هي الحاجة اللي هو كان مش مستعد يفرط فيها يعني فسيدنا حذيفة لما شافهم قال طيبة ترى دول ينفع يبقوا تابع الغنائم ولما ينفعش ما هي دي مش غنائم دي حاجة كده جات لنا إيه يعني زيادة ما كنش متوقعينها فالجيش أجمعوا على أن يرسلوها لو عمر بردو شوف الزهد بردو فراحت لسيدنا عمر فسيدنا عمر قبل ما يشوف الشوالين دول فيهم إيه قال طب صبهم هنا مع الغنائم اللي جاية ومناموا صحي يعني كان مثلا على آخر الليل فصحي تاني يوم صحي تاني يوم ألفين الراجل اللي جاب للبتاع ده أول ما شافهم قاله دول ترجع بيهم تاني في الغنائم ويقسموا على المقاتلين دول ليسوا من الخمس الذي ينبغي أن يحمل إلى المدينة يعني دول من نصيب المقاتلين دول من نصيب المقاتلين وهم من الغنائم شوف أنت الناس بترد الأموال عن نفسها يعني شوف الجيش قال لا والله ده فعلا مش تبع الغنائم خليه يروح لسيدنا عمر سيدنا عمر لهم لأ برضه ده تبع الغنائم ومش هناخده فبمثل هذه الأخلاق ومثل هذه النفوس علشان كده يعني علشان كده كان الفتح الإسلامي غير كل الفتوح يعني أين توجد الجيوش التي تتورع عن أخذ الأموال بل وتتنافس في رد الأموال